عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة أخر تطورات في منطقة الشرق الأوسط والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخلال الاجتماع طلب الأمين العام لمجلس الأمن الدولي أنتونيو جاتاريش بضرورة عودة الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط قبل أن تتحول بسرعة إلى جحيم مشيرا إلى أن المدنيين هم من يدفعون الثمن بتعرضهم للقتل والنزوح القصرية جحيم سيطال لظاه الجميع على وقع هذا العنوان العريض جاءت جلسة مجلس الأمن الطارئ عن الوضع بالشرق الأوسط أعضاء الدائرة تحت قبة مجلس الأمن تناوبوا التحذير من خروج الأمر عن السيطرة في شرق قالوا إنه أوسط ولكنه بات محط أنظار العالم بشرقه وغربه وكالعادة خارجت كلمات بعض الأعضاء تطالب بصوت عال بضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة منذ أكتوبر المنصر شنت إسرائيل أكثر حملة عسكرية فتاكة ومدمرة في غزة منذ تبوء منصب كأمين عام وقد تواصلت المعاناة الشعب الفلسطيني في غزة ووصلت إلى حدود لا يمكن تخيلها في الوقت نفسه الوضع في الدفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية لا يزال يتردى بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية وبناء المستوطنات وعمليات الإجلاء وأخذ الأراضي ومفاقمة حدة الاعتداءات من قبل المستوطنين بما يقود حل الدولتين الولايات المتحدة لم تخلف عادتها في الدفاع المستميط عن الحليفة إسرائيل واتهام أي طرف إيران أو حماس أو حزب الله بأنه الطرف الذي يجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه معربة عن خشيتها من أن يؤدي الصمت وتقاعص مجلس الأمن إلى دعوة إيران لتكرار هجماتها لبنان العالق بحكم التاريخ والجغرافيا بين حسابات إقليمية وآلة تدمير وحشية أكد على لسان مندوبه رفض هذه المعادلة كما قلنا ورددنا سابقا وكما قال دولة رئيس الحكومة في خطابه أمام هذا المجلس الأسبوع الماضي وكما ردد وزير خارجية لبنان مرارا وتكرارا أن شعب لبنان وحكومة لبنان يرفضون الحرب ويردون تطبيق القرار 1701 بكافة من درجاته ونشر الجيش اللبناني في الجنوب على طول الحدود البرية بمؤازرة من كوات اليونيفر وهو الحل الوحيد لهذه الحرب العميات وهذا العدوان الهمجي ما أشبه الليلة بالبارحة فالجميع قلقون من احتمال مزيد من التصعيد بعد اشتعال جبهة لبنان كل ما تغير أن استبدل لبنان بغزة في مضابط الاجتماع وكأن العالم لا يعيد روس التاريخ